بعد الإمارات والبحرين، ها هو السودان ينضم لقائمة التطبيع مع الكيان الصهيوني الخرطوم التي خرجت منها القمة العربية عام 1967 بالتأكيد على اللاءات الثلاث لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض مع إسرائيل هي اليوم بين ركب الدول المطبعة المشهد الذي أعلن فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انضمام السودان لاتفاقية أبراهام لم يبتعد ضمنيا أن يكون مكسبا سياسيا له بامتياز لا سيما مع قرب الانتخابات الأمريكية ولشركه نتنياهو الذي يعاني أزمات داخلية واتهامات بالفساد لكن ماذا عن السودان؟ يبحث السودانيون عن مخرج من أزمتهم الاقتصادية لكن ما جرى قسم الشارع بين من يرى التطبيع مكسبا اقتصاديا وآخر يرى فيه مزيدا من القيود مع دزامني رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وتطبيعه مع تل أبيب والذي أظهر حكومة حمدوك وكأنها رضخت للضغوط الأمريكية ومحليث ترامب عن مكاسب يمكن أن ينالها السودان بالتطبيع بينها الاستفادة من التقنيات الحديثة للكيان الصهيوني في الزراعة والتوليد الكهربائي يظهر بالمقابل أن الاستفادة الاقتصادية القصوى ستكون لصالح تل أبيب لبحثها المستمر عن دولة تكون بوابتها إلى القارة الإفريقية على المستوى السياسي الداخلي السوداني بدأ التطبيع بإحداث بلبلة داخل الحاضرة السياسية للحكومة في مشهد ينبئ بما هو أخطر رحب العسكر بالاتفاقية الجديدة كنصر يحسب لهم بينما رفضت العديد من القوى في إعلان الحرية والتغيير ما يجري وذهبت لوصفه بأنه خبز ممزوج بدم الفلسطينيين تقول صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن ضغط ترامب على السودان لحمله على التطبيع يهدد التحول للحكم الديمقراطي في السودان ويعزز النفوذ العسكر وجرأتهم على المرحلة الانتقالية وينذر بتقويدها ومزيد من القمع والكبت لرافض الاتفاق دخل السودان تحت عبائة المطبعين لكن الثمن كان باهضا كثيرا لفك رقبة السودان من استرقاق قائمة الإرهاب ولم تكشف حتى الآن التبعات الحقيقية لما سيجري